هذا الدواء عنده بزاف وهو مفقود وهذا الدواء موليش كاين في الزاير قولي للطبيب يغير لك الوصفة هي أجوبة سائمة المريض سماعها مع كل وصفة يقدمها للصيدلي للحصول على العلاج المسجل من طرف طبيبه والسبب هو عدم متابعة الأطباء لتعيين قائمة الأدوية المسوقة ce n'est pas la faute aux médecins ce n'est pas la faute aux pharmaciens mais je crois qu'il faut que quelqu'un c'est-à-dire yizra c'est-à-dire l'idée c'est qu'il y ait une communication entre nous parce que je crois que sur le faire les médecins les pharmaciens aussi parce qu'ils sont en train de lutter contre le marché c'est-à-dire la disponibilité du marché où j'ai une brucure où j'ai une brucure الإسانسيلي هو أن يأتي على المدكات للمدكات لأنهم يأخذونهم وأنهم يأخذونهم لأنهم يأخذون تنسيلي المدكات والمدكات يأخذون في الضغط لهم ويجب أن نسهل عليهم ندرة بعض الأدوية أنعشت تجارة الأدوية بطرق غير قانونية عبر وكلاء الأدوية أو عبر مسافرين إلى دول أجنبية كما فتحت الباب أمام التجار الكابا الذين طرحوا أنفسهم كبديلة للصيدليات وفي كثير من الأحيان أصبحوا هم من يمولوا رفوف هذه الأخيرات حسب الطلب نحن في الزوبيتو يدو عندنا غير الإنجيكتاب غير صدق اللي شوز ينديروهم في العرق ما عندناش اللي كومبخيمي ما عندناش صدق حنا كينمودة نمدو يعني بالإنجيكسيون بسحق بعد الفترة الأخرى لانترتيان لادوز داتاك نمدوها يعني بتشكك بسحق بعد الباقي لازم يكملوا بالإنجيكسيون أو الملقاش كيف شرحها يبرع لذلك أنا أعتقد أن الأردنانس لن يجب أن يكون هناك مواجهة الآن يجب أن تحصل إلى الدعوة بين الكابا ومع كرية الإنجيكسيون لذلك لا نعلم ما هو المستخدم في المرشيون التكوين المستمر وحضور الأطباء الملتقيات العلمية والإطلاع على المجلات المختصة ضروري لمواكبة التطورات الحاصلة في سوق الدواء لوصف العلاج المناسب